اليوم راح نقرأ توقعات برج الثور العامل طبعا تشمل الصعيد العملي الصحيد الصحي والعائلي والعاطفي مع تركيز شوية على الصعيد العاطفي لان هو اكثر صعيد مهم عدكم وايضا الطاقة العامل هذا الشهر وطاقتك انت يا برج الثور الحالية قبل ما نبدي نقرأ التوقعات سووا لايك اذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة اذا شنتم مشتركين وتركوا لي اراءكم وبخانة التعليقات واذا حابين انه اسوي لكم فيديو معين اختر كارت قرأة اختر كارت اختر حرف فكتبوا لي بخانة التعليقات انا راح اقرأ ان شاء الله التعليقات واسوي لكم الفيديو اللي اكثر عدد يطلبه خلونا نبلش بتوقعات برج الثور نبلش بطاقتك العامة يا برج الثور طبعا طاقتك العامة هي طاقة برجك اساسا اشوف انه انت بالفترة الحالية عندك طاقة اعناد شوية اكو عناد مسيطر عليك تماما طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية فممكن تكون انت يعني السيناريو اللي راح اقرأ ممكن ينطبق عليك تكون انت اللي يمسوي بالشرك او ممكن يكون عكسي الشرك هو اللي يمسوي بك انتو ادره حبيت اقولكم هاي الملاحظة حتى لا تقولون انه القراءة عكسية وممكن الشريك يكون هو اللي معند عموما اشوف انه الطاقة العامة اليك يا برج الثور انت حاليا عندك طاقة تعناد كلش عالية انت معاند بالفترة الحالية وهي شخص ممكن يكون الشريك بالرغم من انه انت اشوفه مراقبة على التواصل الاجتماعي ممكن يكون هو ايضا مراقبك بس على الاغلب انت اللي امراقب هذا الشخص حاليا على التواصل الاجتماعي بس انت معند ومصر انه انت متاخذ خطوة تجاهه او حتى في حال هو اخذ خطوة تجاهك انت ايضا رافض انه انت تبين لمشاعرك رغم انه انت امراقبة حاليا على التواصل الاجتماعي خطوة بخطوة ممكن من fake account الشخص اللي وراك اللي ممكن يكون شريكك العاطفي طبعا اشوف انه هو حاليا ايضا اكو طاقة مراقبة بيناتكم هو ايضا يريد يجي يتواصل وياك ياخذ خطوة تجاهك لكن هو متردد وخائف من الرفض اشوف انه انت عندك ممكن هذا الشخص اجحت شوياك سابقا ولكن انت رفضته هذا الشخص عنده نوعا ما خوف من انه هو يجي يعتذر منك وانت ترفض اعتذاره هذا الشخص طبعا من الماضي بدون سبب اكيد هس حتينا الطاقة العامة خلونا حاليا نتحول الى القراءة على الصعيد العملي نبدأ بالصعيد العملي بعض الناس يكون عندهم مهم الصعيد العملي اشوف على الصعيد العملي امورك يا برج الثور خلال هاي الفترة او حتى الفترة اللي السابقة كانت متعرقلة اكو عندك احتياج مادي كبير ممكن اعمالك تكون متوقفة او ممكن بسبب الاوضاع اللي احنا دانوا به اشوف كان عندك فترة من الاحباط والتأخيرات واحتياج عاطفي اكو العفو معاطفي احتياج مادي فانت كانت ماديا اوضاعك المادية غير مستقرة بالفترة السابقة الاسبوع الاول راح يبلش شوية الطاقة نفسها تستمر ولكن اشوف يعني خلال اول ثمانة يام من هذا الشهر اكو اما مساعدة من شخص شخص راح يساعدك ماديا اذا تنتظر مبلغ من المال فخلال اول ثمانة يام من الشهر المبلغ راح يواصلك واكو عندك بشارة اكو عندك يعني شون تحرك على الصعيد المادي وخروج من حالة الاحتياج اللي انت تنت بها ممكن انت بالفترة الحالية عندك احتياج مادي ونفس الوقت قاعد تحاول انه تحافظ على الاموال اللي يبيدك في سبيل تمشي امورك دا اشوف اكو عندك اوضاع صعبة جدا خاصة تشمل يعني الوضع المادي حاليا اشوف وضعك شوية صعب بس لا تقلق لانه دا اشوف اكو مساعدة اكو ايد راح تنمدلك اكو ممكن مساعدة او خبر بشارة اذا تشنت منتظر عن عمل او شي ممكن العمل يبدأ يتحرك كمينة اذا كان عملك متوقف حاليا فاكو بشارة على الصعيد المادية اشوف الامر راح تبلش تتحرك ان شاء الله من بداية الاسبوع الثاني راح تبلش امورك المادية تتحسن اكثر واكثر لان عندك خروج من ازمة مادية تشنتمار بيها سابقا ومسببت لك احباط على الصعيد الصحي اشوف انه عندك اهتمامات صحية ولكن شنة انت متزوج ممكن يكون طفل عندك او ممكن الوالد او الوالدة الله يحفظهم لكم المهم دا اشوف اكو وضع صحي او اكو قلق شوية مترد انت عندك خوف وقلق على شخص وضع الصحي ممكن تعبان بالفترة الحالية عندك مراجعة ويا للطبيب الفترة الجاية راح تروح اكو زيارة لطبيب بس ما اشوفها البرج الثور نفسه اشوفها الشخص من عائلته وطبعا الزيارة راح تكون مطمئنة فالمخاوف اللي عندك حاول يتقلل من عندها لانه اشوف هذا الشخص راح يتحسن اذا كان هو مريض وحتى اذا زرت الطبيب انت وهذا الشخص فماكو شي خوف يعني الامور هنا رايحة انه تتحسن اكو شفاء اما بالنسبة للأوضاع العائلية اشوف من بعد فترة كانت عندك خلافات وجدل بالبيت ومشاكل حتى تجرح بالكلام ممكن بسبب الوضع المادي اللي موجود عندك او حتى بسبب الاوضاع اللي دي نعيشها وبالنسبة للمتزوجين حتى اذا كانت اكو اخر فترة تباعد بينك وبين يعني شريك حياتك اقصد الناس المتزوجين هالسمو العاطفية اكو كانت مشاكل ممكن المشاكل تكون مادية بسبب الوضع المادي لان اذا اشوف هنا ان طلعت ايضا ورقة المادة فالفترة الجاية الامور راح تستقر ماديا وايضا بالبيت اشوف حتى اللي كانت عندهم سابقا المشاكل او يعني ومشاكل نقول جدل اكو كلام جارح من الشري قاعد دام من يأثر عليك بس الفترة الجاية الامور راح تبلش تستقر وتهدأ احسن راح يصير شوية ركود بالبيت والامور راح تبلش تتحرك بس تتحرك للافضل اما بالنسبة الطاقتك العام ما حاليا على الصعيد العاطفي اشوف انه انت يا برج الثور خلال هاي الفترة عندك نوعا ما ملل البعض من عندكم طبعا هاي القراءة راح تشمل من المنفصلين صار لهم فترة لان هنا ايضا طلعت لي طاقة شخص من الماضي قاعد يحاول انه هو يرجع بحياتك مرة ثانية بس هو يعني حاليا واقف متردد قاعد يفكر ان هو يخطى هاي الخطوة للا مثل ما قلت لكم بهاي الأوراق ايضا هنانا طلعنا انه هو متخوف يرجع وانت ترفض فبالنسبة هاي القراءة هتكون للمنفصلين اولا هذا شخص رايد انه هو يجي ويصلح الامور وياك يخلي الامور تستقرب بينكم دا يتذكرك هوايا انت هم دا تذكر هوايا هذا الشخص ولكن اللي قاعد اشوف انه هذا الشخص يعني الانفصال اللي صار بينكم كان انفصال مؤلم هذا الشخص علقك فترة طويلة كنت ما تعرف انت يعني العلاقة من رح توصل بيناتكم انت حاولت سابقا هوايا انه انت تسيطر على الوضع تسيطر على نفسك تسيطر على مشاعرك او حتى انه تمشي العلاقة بصورة صحوية هذا الشخص او تحاول مثل ما نقول انه تخلي الامور تعدي يعني يقول اتفوت 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 في سبيل العلاقة ما تخرب رغم انه هذا الشخص كان كان مؤذيك هوايا كان بخليك دائما بحالة الدفاع عن النفس دائما تحاول الدافع عن نفسك تحاول الدافع عن مشاعرك عن اهتمام او حتى عن العلاقة يعني كان بخليك بوضع دائما وضع المحاربة والدفاع عن النفس علاقة جدا متعبة انت مريت بها علاقة سببت لك يعني هنا عشر سيوف بظهرك يعني هاي سوت الالام بكلها بيك هذا الشخص بعلاقته وياك ممكن يكون خانك ممكن يكون يعني كان تعامل وياك موزين ممكن كان حتى يجرحك بالكلام يقل من قيمتك يحاول دائما انه يحبطك علاقتك بهذا الشخص علاقة جدا متعبة لان اساسا هنا طاقة العلاقة بينكم انت عندك طاقة مقلوبة وعندك طاقة التعب هذا الشخص كان جدا جدا متعب والعلاقة هاي متعبة لك فاشوف انه انت حاليا عندك طاقة ملل انت البعض من عندكم عنده احساس انه التعب اللي تعب بهاي العلاقة الاشياء اللي يتحملها التضحيات ما جابت نتيجة وما جابت لمقابل ما جابت لغير التعب رغم انه هو ضحه هوايا بالعلاقة وهو يحاول انه يخلي العلاقة تستمر او حتى انه يخلي الشريك يتغير بس انت وصلت المرحلة انه انت مليت وهذا الشخص علقك فترة طويلة البعض منكم ممكن شنت انت تطلب من هذا شخص انه يرسم العلاقة صار لك فترة كل طويلة بس هو يماطل بالموضوع يماطل الحد ما انت وصلت مرحلة انه اكتفيت وتخلي عن الوضع رغم انه انت عندك تعلق حاليا بهذا الشخص هذا شخص اشوف الطاقة عدم نضوج عاطفي ممكن يكون هذا الشخص يعني جد ما هو بغض النظر عن العمر اذا بعض منكم هذا شخص اكو فرق بينك وبين بالعمر رغم انه هو ممكن اكبر منك بس هو طفل هو طاقة طاقة طفل يعني عدة تصرفات مالمراهقين وهذا اكثر شي كان امتعبك بالعلاقة ويا انه تحس انه مقد المسئولية تحس انه يعني بعد مشاعره مناضجة كل يوم براي كل يحشو شكل يوم يحبك يوم يقول لك اتعبت منك يوم يمدحك يوم يذمك يعني انت يعني البعض من عندكم هاي العلاقة كانت فترة طويلة وهذا الشخص احس انه تصرف تصرف طفولي تصرف مراهقين ممكن يكون انه قفز قفزة خارج العلاقة اللي بينكم يعني دخل طرف ثالث بحياته وانت ويصلك هذا احس جتني يعني انه تقول انا هذا التعب اللي متحمله كله فوق هذا كله هذا شخص يروح يعيش نزوة او حتى يعني شون يخون فلهنا وكافي اخذت قرار انه انت تقطع علاقتك بهذا الشخص تماما وتنفصل عنه وحاليا انت ما عندك ثقة بهذا الشخص هذا شخص رغم انه ممكن يكون حاول يرجع يحكو اياك او هو الفترة جاية هو 100% راح يحاول يتواصل وياك بعد ما طلع الطرف الثالث اللي كان بينكم او حتى اللي دخل بينكم هذا الطرف و يريد يرجع لك مرة ثانية انت وهذا الشخص رغم انت من فصلين فصل حاليا ما شوف كم البعض من فصل صار لفترة يتعلم منك يلا العلاقة اللي بينكم تنتهي انت الحد الان الصفحة اللي بيناتكم من غلقت بشكل تام لان انت قاعد تتواصل وياه روحيا هو قاعد يتواصل وياك روحيا فانت بعدكم الحد الان تتذكرون ذكريات الحلوة اللي كانت بينكم رغم انه انت التواصل بينكم مقطوع وعايشين على المراقبة حاليا هو خايف انه يتقرب ويتواصل رغم انه ديفكر ويتواصل وراح يتواصل خلال اسبوع راح يرجع يتواصل وياك هذا الشخص مرة ثانية ولكن انت قاعد اشوف انه انت ما تصدق بهذا الشخص حاليا ما تحس انه مو صادق وتحس انه طفل قتلك انت تحس انه تصرفات مناطجة فالهسبب انت متري تنتفر انت تخليت عن هاي العلاقة من فترة انت تخليت عن هاي العلاقة رغم انه انت ممكن ما زال اكو تعلق بهذا الشخص عندك ولكن تخليت عنها هذا الشخص قاعد اشوف حاليا هو راح يتواصل خلال اسبوع واحد رغم انه انت قاطع عليه التواصل وما اخذ قرار نهائي بس هذا شخص كان منتظر صار لفترة الامور تهدئ او حتى منتظر متأمل انه انت راح تنسى الموضوع اللي صار وطلع الطرف الثالث اللي كان موجود ببيناتكم وحاليا بلش يخطط انه هو يرجع مرة ثانية يدخل بحياتك هذا شخص انت راح يكون اكون وبينك وبينك كلام واكل بعض من عدكم راح يكون صلح بس بتدخل الناس اللي راح يدخل شخص ثالث بينكم ويحاول يصلح الوضع ممكن يكون شخص من العائلة او ممكن يكون صديق مشترك راح يحاول انه يدخل ويحل الامور طبعا هاي ايضا تشمل المطلقين مو فقط الناس اللي يعني مرتبطين ومنفصلين لا اشوف اكو شخص راح يحاول انه يدخل ويصلح العلاقة ببيناتكم وراح يصير بينك وبين هذا شخص مواجه وكلام وحيصير عندك وضوح بهواية امور من بعد ما راح يصير كلام ببيناتكم راح يصير عندك وضوح بسبب ظروب هذا الشخص سينال وثاني قال عدامي لبعض منعدكم العلاقة هاية كان بيها الطرف الثالث موخيانة وانما شخص من العائلة من عائلة الشريك كان رافض العلاقة اللي بينكم او حتى ممكن رافض موضوع الزواج معارض وهذا الشي هو اللي خلاك تتعب هاي الفترة كلها لانه تحس انه الشريك امره موبيدة و تحس انه ضعيف موقوي ويقدر ياخذ القرار فالفترة الجاية قاعد اشوف انه هذا الشخص اللي كان معارض من العائلة بالنسبة الناس اللي انطبق عليهم السيناريو اللي اهلهم ومعارضين كانوا العلاقة اللي بينهم اشوف اكو وضوح راح يصير بخصوص هذا الموضوع وراح تصير اكو موافقة او قبول خلال شهر واحد الامور راح تبلش تتحسن وحتكون اوضح اليك فبصورة عامة يا برج الثور كانت هاي توقعاتك العاطفية حاول انه تفكر بهدوء خلال هاي الفترة حاول انه تسمع هذا الشخص حتى اذا ما رجعت له لانه هذا الشي رجع اليك طبعا انت ادرى هو شنو اللي يسو او تنطيل هذا الشخص او ممكن حتى اللي انت تتعلم لان قراءة ايضا عكسية حتى طلعت بطاقة الشريك اكو شي بينكم ما من ته اكو درس انت الاثنين لازم تتعلموا من هاي العلاقة او ممكن انت تعلم لهذا الشخص انت لقائكم مصدفة فلازم تكون اكو مواجهة بيناتكم اخيرة واحكي بيها اللي بقلبك ممكن ما انت معاند وبس تراقب وما تقدر تحكي اللي تريده احكي اللي بقلبك خليك صريح بيا هذا الشخص خلي صر عندك وضوح اكو امور انت لحد الان بعدك مواضحة ببالك يعني ما متأكد منها ما عارفها فاسمع من هذا الشخص مش شرط ترجع لي طبعا هذا الشي راجع لك بس انا شوف انت تعبت هوايا بهاي العلاقة فحاول انه تسمع هذا الشخص بس اسمع ولك يبقى القرار انت سواء رد ترجع او لا بالنسبة للعزاب اشوف اكو شخص راح يدخل بحياتكم والفترة جاي رغم ان انت عدكم محباط هذا شخص اشوف حاتشو اياكم سابقا ولكن انتم رافضين هذا شخص مرفوض سابقا هو مراقب كم على التواصل الاجتماعي هاي بالنسبة للناس اللي هما مو بعلاقة ومنفصلين صار لهم فترة وما كون رجوع بينهم يصير فاشوف اكو شخص هو منتظر اشارة حاليا حتى يدخل بحياتك يعبر لك عن مشاعره قلت لك هو متردد خلال اسبوع واحد هذا الشخص راح يدخل لك يحكي وياك يعبر لك عن مشاعره ممكن بطريقة غير مباشرة ممكن يفوت كالسلمة والمر أو شي ولكن هو جدا معجب بيك وصار لفترة طويلة هو منتظر ومراقب يريد يدخل يحكي وياك بس عنده مخاوف راح ترفض هذا الشي بس عندك يعني بعد فترة معينة راح تتقبل مشاعر هذا الشخص وراح تتكون ببناتكم علاقة والعلاقة راح تكون صادقة خلي اقول لكم الابراج قبل ما انهي التوقعات طدع لكم برج الحوت برج الدلو برج الحوت مرة ثانية برج الحوت مرتين برج العقرب وعدنا برج الثور و هنا برج الأسد برج الثور هم طالع سواء طاقتك او طاقة الشريك وبعد ها هي هاي الابراج اللي كانت موجودة الطاقات اللي موجودة هي طاقات ترابية وطاقات مائية ونارية الهوائية قليلة جدا يعني بس طاقة برج جدا اللي كانت موجودة فهاي الطاقات قلت لكم عليها قلت لكم التوقعات واتمنى لكم التوفيق وان شاء الله شهر ستة يكون شهر حلو عليكم تتصلح بي كل اوضاعكم وكل اموركم اشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني وتركوا لي اراءكم بخانة التعليقات شنو رأيكم بالفيديو التقيكم في فيديو النصف الثاني من شهر ستة ان شاء الله مع السلامة